اشتركوا في القناة المجال المنتخبة ديالا يعني ما تطولوش كثيرا الدليل هو ان جماعة ابو عزة يعني غيرت رأيس ديالا على بعد شهور قليلة من الانتخابات الجماعية لسنة 2021 من اجل مناقشة مجموعة القضايا التي تتعلق بدار ابو عزة نصادي في السيد احمد فليو مستشار بهذه الجماعة دي سيفليو مرحبا بك اشكرا على الاستضافة سيفليو كما قلت في التقديم كأن لعنتها على عدم استمرار تعالرؤساء في مجموعة من الجماعات المحيطة بمدينة الدربدة تصريب هذه الجماعات على الشيء تقريبا والدليل هو ما الذي يوقع في دار ابو عزة يعني قبل شهور قليلة عن انتخاب هذه الجماعية 2021 كان مظنش انها لعنة ولكن هي رأى واحد ظاهرة اللي كعرفها عرفتها يعني جماعات اخرى من غير الجماعات المحيطة في الدربدة لان غير مؤخرة مثلا جماعة العونات جماعة الوليدية جماعة الدحرارة وهذه كل جماعات محيطة بالموضي الكبرى ممكن ممكن مثلا العونات ما كتحاش بالبعيدة على الجديدة بعيدة على صدق النور بعيدة على لان انتجنا واحد الفئة اللي هي يعني فئة كما كان قولوا بين قوسين كان خاصة واحد ناقصها تكوين ناقصها يعني حكى مع رقصة بزبط الأمر نعم اذا هذا بالنسبة للشق اللي هو الشق التاني هو بالنسبة لل كنظن ان المشكل مشكلة ديال الدولة لان لا يعقل ان باش غجي تجد رئيس رئيس خس يكون فيه واحد المواصفات معين دابع متنك تكون عندك واحد شركة صغيرة مقاولة صغيرة انك تجيب واحد مثلا متنك تخدم واحد واحدة ركتدوزه باحد الانتواتيان وكتختبره تشوف هذو كل إذن الجماعة خس الجماعة باش تكون عندنا واحدة حكامة بتسير والجماعات المحلية تلعب دور ديالها في التنمية المحلية وفي التنمية اللي بلادنا قد ننشدها فاخصنا واحدة المواصفات موحيينة في عيداك المنتقى والأخص الرؤساء والنوار المسندوش هذو دور الدولة دور الأحزاب اللي خاصة ترشح ومطلب الحال ولكن الدور الأحزاب التأوال الأحزاب لهم دياله هو الناد لك المقعد وانك تسمرها جابت وعد المقعد عند الرئاسة ولا عند عيد يعني ما كنت شهد المسائل ولكن كانت واحد كانت واحد تشريع وكانت تشريع العيدور كما طابد الحال الأحزاب 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 وكانت تشريع مجموعة من الرؤساء يحالون على القضاء فهذا كانت تشريع من قصة المسائلة أن لا تكرر دور العزاء في السنوات الأخيرة عرفت واحد توصي على العمراني والمجموعة من الناس على سكانتها الضربية وماذا يبشر هذا المنطقة للتقرار لتتغرف هذه المنطقة هنا أسباب موضوعية و هنا أسباب أخرى هذه المنطقة هي توفر الشاطئ فهي تعرف جلب الفئة من الساكينة من المنطقة من المنطقة مثلا النوراس أو المحيط من الشريط الساحلي فتستقر فيها فئة معينة إذن هذه المنطقة تقلب على الفضاء قرب البحر إلى غير ذلك هناك المسألة الأخرى لأسباب الموضوعية لأن مدينة ضربية كباقي المدن المليونية بحكم النمو التي تعرف أن ضايرة تمدين مدينة مدينة ضربية التي تجلب ارتفاع السكون وبالتالي يكون أحد الفائد لأن الفضاء والمجال الذي يتاج لي هو الضواحي بحكم القرب وبحكم مثلا المسألة هي القرب من مدينة تقريبا مجاورة منطقة الحي الحسانية أو مقاطعة الحي الحسانية فكتفر النقل وهناك المسألة الأخرى هي مثلا نوع السكان والذي السكان تقريبا هم مرحلين أنا هضر مثلا على الناس الذين كانوا في الكارم السعودي أو الناس مثلا في باشكو فهذه الناس لا ترحيلهم من طرف الدولة التي كانت تقام ذلك المشروع بالرحمة والتالي أسباب متعددة إن الضحية دائما هي الأكسطنسيون ولكن قبل ما تفتح العمران دارب وعزة قبل ما تفتح المنطقة توفرت واحد الشروط من أجل استقطاع هذه الساكنة يعني بالسؤال ما كانت بنية تحتية المواضية حيث البعض يقولك أن دارب وعزة تفتقل إلى بنية تحتية هذا إشكال كبير وهذا إشكال كبير وكنت حضرت معك في الكواليس بأن ننتجنا واحد المنطقة وهي هشة بأن قبل هذا السكن الاقتصادي وقبل هذا يعداد ترحيل فكانت المنطقة كتعرفة جذب وبالأخص السكن العشوائي وبالتالي ننتجنا واحد السكن الذي هو عشوائي الذي لم تتوفر فيه ظروف العيش الكريم لننظروا على مطاقة العراقية ولننظروا على العاتقيين ولننظروا على كارين بن عبيد ولكن ننظروا على الطماريس ولكن ننظروا على الرحمة قبل ترحيلها ولا هذه فمجموعة من الدول التي تعاني من هذه المسائلة فمن يتزاد هذا السكن الخاصة الاقتصادي فنعرف أن السكن الاقتصادي الكتفة يعني بحكم النمط العلوي فعرف واحد الكتفة السكنية مرتفعة هذه المسائلة لم يكن لديها من حيث البنية التحتية أن يشمع المجالس يقولوا كنوا واقعين والداليل على ذلك مثلا حاليا طريق ان الطريق كان الطريق مليتامي كتربط لولفا مدينة الرحمة كتربط حاليا بعض الأشغال الباسواي تسمى فاطمة العوام طريق فاطمة عوام ولكن فاطمة عوام حتى حتى لم يكن وصلت لم يكن من تخطيط مصبع أن هذه الجامعة ستعرف تحول عمراني فكان لا بد أن ندار مثلا مسالك وكنا من 2015 وقعنا صوتنا لحد المحضر لحد المقرر الجامعي يفيد بإنشاء مجموعة من الطرق لتخفيف العبء على طريق اللي قلنا طريق الوطني رقم واحد بين اللي ساسفاق ومنطقة عراقي الاعتقيين وبين الطريق الملاتهم الرابطة بالألفاق والرحمة والطريق الجهوية التي تضربط ما بين حي الحسني والطماريس فمع الأسف الشديد معنا بشخصيا لا يوجد الأسباب لماذا لماذا الطرقان لأنه كانوا يخفق من هذا الامبوتياج الذي تعرفه هذا الزيحام الموروري هو هذا السؤال الذي تعرفه لحاليا كان منفد وحيد الأساسي هو منفدسة الموليتهامي من الدربة إلى الرحمة والدرب وعزة ولكن منفدسة كاريسية فعلا كاريسية سواء على مس نكمل هذا الطرقان كانوا يدرجون أجتور ينطرق واحدة وضربط مبين الزيوير كمشيطة الأساسي وضربط وضربط الزيوير وضربط سيد الخادير بفوق عوكاشا وضربط الرحمة إذن كون كانوا هالطرقان تم الإنجاز ما هو سبب إلى التركيب المالي سبب هو أن هذا المشروع ليس بالنسبة المكولة التي تجعلها افتح لأن هذا المشروع كان نجز المنعيشات العقارية مجمعين بأن كان يلتزم ب لأن جديد المنعيشات العقارية التي كان ليس فكانوا لتازموا أنهم ينجزوا هذا الطريق تقول بأنه تعطوا الفلوس للمنعيشين العقاربة لتنجزوا هذا لا نضمش أعطى الفلوسه كله ولكن هذا البروجيات أولا من أن يكونوا بحل هذه الشكلة لا تكون الجامعة عندها دخل فيه لأنه يكشرف عليه العمارة يليك أن تنصغف على المسألة لو كنتم في التنسخ ديارك كانتما كموتيلين للمواطنين وش أربطتوا اتصالات مع الجامعة مع الجهة من أجل أن يحلت المشكلة هذا مرارا وتكرارا تقريبا للمكتب أو للمجلس ديال جماعة الدار بو عزة ناقش هذه النقطة ولم يستعمل أن يكون لإجابة صراحة لأنه عندما تكون لديك واحد المشروع ماشية لكي تتعلم فهذا المشاريع يكون فيه متدخلين متعدين فكيحرفوا هذا التعطر في الإنجاز لأنه ليس هذا المشاريع أنا أعطيك أنا مثلا مشروع ديالإعداد هيك اللي صادق ليه جلة الملك صادق ليه أمام جاملة الملك سنة 2013 هذا المشروع هذا هو كي يعني كيمص على يعني إعادة الهيكالة أو جهيز الدووير ناقص الجهيز كمتان درستاش العراقي ولد أحمد دوبا يعني مجموع من الدووير دوار راشيد إلى غير غير إذن هذا المشروع هذا فكان عرفت هو بدوره وحتى التعطر وما زال لحد الساعة لم ينجز مئة في المئة يعني باستثناء مثلا دوار العاتقيين ودوار أشغال تقريبا متقدمة في العراقي بعد الدووير في العراقي اللي يمكننا قول العراقي هو مشموع من الدووير دوار عبد الله دوار القلسة دوار عبد الحق يعني كتكون دووير متفرقة واللي يجمعون هذا هذا إشكال لأن كما قلنا ما كيش واحد المتدخيل واحد لأن مثلا هالطرف ممكن يلتزم والآخر يلتزم وتالي ما لتزم جميع الأطراف فكتكون هذا الدوار اللي بين قوصان العشوائية في منطقة داربو عزة الأمر اللي يخلي بعض الناس يقول دائما في الحديث على داربو عزة يتم لاتيمان بذلك داربو عزة الشاطئية وذلك الوجه المشرق وتيتم إغفال هذك المناطق الأخرى للي تتعاني لها شاشا حتى داربو عزة ما شيء هذك الفيلات أولا الخدمات التي حضرنا على الخدمات الجماعية حضرنا على الإنارة العمومية وحضرنا على النظافة فنفس الإنارة العمومية التي نتمها تقريبا نتمها يعني لا يوجد شخص تميز لأنه يكون شخص نقص في الخدمات العمومية غير بأنه حكم أن هذه الفئة الشمائية تكون محتاجة كثير الخدمات التي تقدم سواء الجماعية أو المساعة الخارجية أما بالنسبة للخدمات لا يوجد فرق ما بينه لا تمييز غير هذا ما يحتاج للسبيطار والمستوصف والجامعة ولا يحتاج للجامعة أما بالنسبة للخدمات الجماعية متوفرة على الملاحظة لأنها لا تقول لك شيء ما هو الطافي لأنها نظرو على النظافة النظافة ليست شيء طافي على الرغم أن الميزاني تجاوزت 20.5 مليار ولكن مع ذلك ما زال كان عاني ومنادل منطقة دارب وعزة بوحدة بحكم أن نمط التدبير للنفايات في منطقة دارب وعزة كان لدينا خمسات الجماعات كل واحدة تساهم لها حسب عدد الساكين وكان يوقع شركة وهذه الشركة التي تدبر هذه المرافقة كان لدينا ملاحظات هل تدخلوا للمساعدة تدبير المفوض؟ هذا تدبير مفوض كان لدينا شركة سفقار تدبير مفوض هل تضع طلبات عروض التي يأتي الشركات؟ الشركة توقعت قريباً لدينا سبعة سنين لأن الحساب الإمكانيات لأننا لنكون معك صريح لأن في الأول كنا نقوم بإمكانية لأننا لدينا أضافة طاغ فيها لأننا لدينا إمكانيات لأننا لدينا مكتب الدراسات وقال لدينا أضافة على حقها وطريقة كما يقولون فأخذنا أربعة المليار أربعة المليار وأتصور معي أربعة المليار وأنت عندك الميزانية للجامعة تقريبين لا تتجاوز أربعة المليار أربعة المليار أربعة المليار ونص هناك ميزانية للإستثمار هناك السلاغي هناك التدبير هناك الإنار العمومية لأننا كان عندنا شخصياً قد اقتارت على الرئيس السابق أننا بالنسبة تحت الإنار العمومي أننا نفوضها نفوضها لحد الشركة لكي كنا وفي النقاش فأنا نقول لكم الميزانية تكلفنا تقريبين مليار ومئتين إذن يجب أن نرفعه من هذه الميزانية والذي رفعنا من الميزانية ستكون لدينا مشكلة في التدبير إذن لدينا شخصاً لجامعة وتعاني والذي ستعاني وتعاني في المستقبل إلى ما كانت تدخل على مستوى لماذا تعاني؟ لأن كما قلت لك لدينا مثلاً غرف الضرائب الوعاء الضريبي فالوعاء الضريبي الناس لا يفعلون لا يفعلون أنهم في الدرائب لا يفعلون أنهم في الدرائب في الخدمات الجامعية أولاً من ناحية القانونية لا يمكن ثانياً هؤلاء الناس لا يمكن أن تقول لهم لأنهم لا يوجد الملك لا يمكن أن تخلص هذه الداربة لأن المداخل الجامعة حالياً هي في رخص البناء وأتصور معي تقريباً القسط الكبير من الميزاني الجامعة ف هل تطالبون بحل الداربة تدخل مركزي إلى هذه المنطقة؟ خلال الحال هناك منطقة منامة حتى أين ما يوجد الجامعة لأن الناس يأتي لا يقوم لا يوجد أنشطة تجارية أو أنشطة تجارية كبيرة لأنك تعرف أن الوظيفة للدارب لا يوجد وظيفة ساكنية على درجة أولى الناس يأتي وثقنون يأتي ومرتبطين بمدينة الداربدة و الأغلبية يأتي من المدينة الداربدة و السقرية يعني يرى خاصة مسألة ديال إما التدخل يكون من المركز ولا تكون واحد المساهمة بالنسبة لجماعة الضرب إذا خاصتها يتعاون فالتجاه أنا أعطيك أنا روح نقطة لي خاصة مثلا الجماعة من المفارقات مثلا مني تجيب لي تجيب مثلا الساكينة من باشخوا مثلا ومن الهجاج موم هادي وكتضيهم للضرب وعزة هذوك الساكينة خاصتهم واحد الأطار طيبية خاصتهم أطار ديال الجماعة باش يتقن مقدم لهم بالخاتمات خاصتهم بالتعليم إذا علش أنا كنخفف اللعب على المنطقة ديال مثلا باشكو أو مثلا جامعة الدار بيدال وكتضي لعب علينا أمكن gekfallen الأخير أنهم في الصحة الذين أحسبوا أنهمper انهم ردوا مستوصف يمكن أن تدعى بالتوازي من الناس الذين يتم تنزون معهم هؤلون يلcapثون مستوصف هؤلون ذلك Exercise ذلك مثلا مسلم الموظف من الجامعة كتاني حتما lifave يقدمきた معدد تقريبًا 150 موظف إذا قررنا مع الحيل حسني تقريب المقاطعة الداروية كلهم عندهم فائد الموظفي نحن نعطي إشكال لأن إشكال تصور ما هذا بعد ثلاثة تريسيانات كربائيين ما الجماعة؟ الجماعة كلها هي ياتي Dow stores by the jasson by that kilogram ما أقل أكثر حسب الإحصاس الأخارة تقريب بالنهبرات du nhau ونحن نعطي في 2014 حسب pourtant رؤيتها إلى متريrickين لأن ونسبة ك Soo呢 وليكن في جماعة الدرب عزة لم يكن أعلن سبب الجماعات في المغرب كل شخص مشروع تجاري ومشروع المريسة الذي يستخطب مجموعة من سكانت عمليان الدرب هذا المشروع تم الحديث عن إعادة الهيكالي منذ سنوات ولكن لحد الساعة لم يكن المشروع هذا المشروع لماذا؟ هذا المشروع المريسة بحكم الموقع السراتيجي كانت تهافت والأطماع من جهات التي تسولي على هذه المنطقة ترجع بناية إسمانتي نظن أن هذا هو السبب الذي يجعل هذا المشروع أنه يتعثر هذا هو الواقع لأن الناس الذين يدعون استثمارات المتمافى في هذه المنطقة يقولون أن هذه المرسايا سيجعل لي غير المشاكل حيث هذا هو الواقع شكرا سيحمد على قبولك الدعوة وشكرا المتتبعي قناة الفاس بريس وإلى لقاء جديد بحول الله